ارتفعت حصيلة ضحايا الحريق الذين شبه فجأة لحد بأحد الملاهي الليلية في البرازيل إلى 232 قتلا و231 جريحا بحسب آخر حصيلة لشرطة البرازيلية فقد تحول حفل طلابي في ملها كيس الليل بمدينة سانتا ماريا جنوب البرازيل إلى مرسات بسبب حريق حصر المحتفلين الشباب وأودعت سلطات جثث ضحايا الذين قضوا جميعا تقريبا بسبب الاختناق في المركز الرياضي البلدي في سانتا ماريا هذا الشاب فقد أحد أصدقائي في هذه الماسات يقول لم نكن نعتقد أبدا أن هذا سيحدث لأناس نعرفهم واليوم رأيت الكثير من أصدقائي يدفنونهم من المقربين جدا لي أما هذا الرجل الذي فقد ابنه فيقول أنا حزين جدا لأنني فقدت ابني في هذه الماسات ابني كان نابضا بالحياة لقد رحل عني وهو في السن السابعة والعشرين وفي مجهود الإنقاذ في موقع الحادث لاستخراج الجثث من الملحى الليلي ما زالت جارية قالت الشرطة العسكرية إن عرضا للإلعاب النارية تقدمه إحدى الفرق تسبب في اندرع الحريقة ولم يتمكن رواد الملحى من عثوري على مخرج الطوارئ ولم يقولانا مرة في سنة شكرا